أزمة فقدان الأدوية السرطانية حلت باقتراح قانون وتطمين مستوردي الأدوية من خلال جلسة طارئة للجنة الصحة النيابية اجتماع الطارئ هذا كان في عنا اقتراح قانون بـ 75 مليار لبند الدواء للأمراض السرطانية والأمراض المزمنة فهي نحن نبشر كل المرضى أنه سيبدأوا ما يحصلوا على دوائهم ابتداء من أول الأسبوع الجاة تتكثر الأمراض السرطانية نتيجة ارتفاع نسبة التلوث ويعد نهر الليطاني أبرز دليل بعدما عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة مساءلة وأحددت المخالفات ومكامن التلوث ووضعت تصورا للحلول في 85% من البلدات المتاخمة لنهر الليطاني بتصب كل مجريرة بالنهر نصل للمؤسسات من أصل 91 مؤسسة أحيلت لتاريخ السبت في 31 مؤسسة ادعت عليهم النيابة العامة لأنه عم بلوسوا وأحالة الادعاء على القاضي المنفرد الجزائي مستشفيات كلهم باستثناء مستشفى واحد كلهم عم بلوسوا النفيات الصلبة حدث ولا حرج أي حدا عنده حماية أنا ما بتأثر بهذا الموضوع يا القانون والقضاء بياخد مجرى يا بيجي بقعد بسمي لكم المسؤول الوراء وبسمي لكم إيه فيه طعاتي غير مسؤول وفيه طعاتي بشكل لا يستحق إلا العقاب أنا برأيي نحنا عم نتعرض لإبادة نحنا بحاجة يساعد النائب لاتفاق طائف بيئي لأنه فيه تعارض مصالح الناس عم تاكل بعضها بيئيا اليوم المصنع همه يربح بس ما همه شيء تاني ما رح يبقى مستهلك أما اللجان المشتركة فقد أقرت المادتين الأولى والثانية من قانون البترول مع بعض التعديلات الالتزام الذي يتعلق بالتنقيب والاستخراج في الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية هو من صلاحيات المجلس النيابي تأجيل لمهلة شهر ثلاث قوانين اللي هن لهم علاقة بقانون التجارة لإبداء ليس فقط ملاحظات وزارة العدل إنما أيضا في ملاحظات عديدة للنواب خاصة إنه مفروض توحيد رؤية القانونين وعلى الرغم من تهديئة السجالات بين التيار الوطني الحر والاشتراكي لا يزال التصويب بين وزيري التربية الحالي والسابق مستمرا من باب رواتب الأساتذة وصل المرسوم أولة مبارح الساعة سبعة عشية على بعبدة ولاش هيدا اتهم ولاش المتاجرة بالأساتذة لحد أنه نوصل بدلا نقل لهم هيدا العهد وهيدا فخامة الرئيس هو اللي معرأ الأمور وأعلن أبو صعب أن رئيس الجمهورية وقع مرسوم نقل اعتماد لمصلحة كلية التربية في الجامعة اللبنانية لدفع رواتب طلاب شهادة الكفاءة الأساتذة الثانوين رواند أبو خزام قناة الجديد